السؤال بقى هل ده ليه تأثير مباشر على اقتصادياتنا في الشرق الأوسط بخلاف سعر الفايدة؟ طبعاً ليه تأثير كبير جداً على اقتصادات العالم كلها بس خلينا أقول لحضرتك واحدة واحدة كده هو الارتفاع الكبير جداً في مستويات الأسعار دي ناتج عن إيه؟ خلينا ناخد حاجة واحدة بس اللي هي البرزة اللي عالم حيثه كله بيعرفها أولاً ارتفاع كبير جداً في دخل من الدخول الهم هو سعر برميل البترول طبعاً برميل البترول يا فندم كان في حدود الثمانين دولار العام الماضي عشرين واحد وعشرين ده في نهايته يعني السنة دي احنا وإحنا بكلم حضرتك تقريباً مية وعشرة دولار للبرميل وأنا هقرب الأرقام يبقى فيه زيادة قدية حضرتك أربعين في المية تقريباً الاربعين في المية دي اعكسها على أي مستوى سلعة أو خدمة يبقى حقة أي سلعة أو خدمة ارتفعت حوالي من خمسين لستين وزود بقى برحتك يعني على حسب كل دولة من الدول المختلفة سواء في أوروبا أو في أسيا أو في أفريقيا أو في الوطن العربي ده كمان الغاز لأقولت حضرتك سلاسل الإمداد والشحن والنقل والنولون والتأمين على كل ده ارتفع مش عايز أقول حضرتك 200 ده يبقى رقم إليه 200 في المية أه طبعاً ده يبقى رقم إليه ده فيه أكتر من ذلك وطبعاً ده أدى ليه انعكاسه انعكاس كبير جداً أن كثير من المستثمرين في العالم ابتدت تنسحب انسحاب كبير جداً بالأخص للستثمار الغير مباشر اللي هيا بنسميها الأموال السخنة هي كلمة مش غلط يعني تخرج من الأسواق النشأة من الأسواق النشأة توصل للسوق الأساسي الأمريكي أو الأسواق الأمريكية نظراً لارتفاع سعر الفايدة هناك وتصنفها اللي اقتماني طبعاً جيد في أشياء مضمونة بالنسبة لهم فبياخد حصيلة مالية أو عوائد مالية أكثر من اللي موجودة عندهم في الشرق الأوسط أو في الأسواق المالية كويس اللي هي بنسميها الأسواق النشأة فكل ده بيأثر على الوضع الاقتصادي آه طبعاً بيأثر على الأوضاع الاقتصادي لكن اسمح لي كده بسرعة في ملمح مهم هي مصر بتعرف تتصدى لهذا الأمر طبعاً إذا كان جائحة كورونا اللي هي الأصعب ربنا نجانا منها وخرجنا وإحنا يعني زي نقول في وضع صلب الوضع الصلب ده ناتج عن إيه عن الاستراتيجية اللي احنا تبنيناها من 2016 ابتدنا نعمل عملية إصلاح وإصلاح مالي ونقدي وإصلاح استراتيجي لأن يكون عندك مخزون لكثير من السلعة حضرتك في عز الأزمة النهاردة والارتفاع الكبير دي اللي بيكلم حضرتك عليه في دول أكيد حضرتك تعرف التدخل مصر فيها الـ 70% طبعاً إحنا تقريباً عندنا هنا في مصر اللي هو يعني نهاية إبريل وده تقريباً يعني أنا بقول 14% بالتقريب يعني أنا بقرب حضرتك الرقم شوف قد إيه الوقت اللي اتخذيته بعد من الدول زادت تدخم فيها بـ 30-40% في الأربع شهور اللي فاتوا دول مصر التدخم اللي بيزيد فيها حوالي 2% 1.5% في الشهر تخيل حضرتك إحنا وصلنا الـ 14 تقريباً وفي دول تانية بتدت زيد طبعاً أمريكا 8.5% ما شافتاش من 40 سنة إنجلترا نفس الحكاية ما شافتش من 30 سنة لارتفاع التدخم ده كله لكن الحمد لله النهاردة ما فيش سلعة نقصة في السوق التدخم عندنا النهاردة بيتم حصاره ومحدش يعني شايف ارتفاع مهول أو في نقص في سلعة أو في نقص في الغاز أو في البترول وحتى التغير في لجنة البترول كان في رفع السعر تقريباً أروش يعني ربع جنيه أو حاجة كل ده النهاردة حيث يوضع في ميزان من دهب مقارنة بدول تانية ترجمة نانسي قنقر